شو اللي عمصير مع نادي النصر العالمي يا جماعة بأهم فترة وأهم مرحلة في الموسم يتعثر لكم أن تتخيلوا في دور روشن السعودي وأيضا في دور أبطال آسيا في آخر مبارتين في الدوري السعودي يتعثر أمام أندي تنافس على الهبوط الجولة الماضية التعادل أمام نادي الحزم بنتيجة 4-4 واليوم الخسارة أمام نادي الرائد بنتيجة 3-1 يعني بكرة الهلال لو انتصر على الرياض وبالنسبة كبيرة الانتصار مضمون للهلال ومباراته اعتبر سهلة ورح يكون الفارق في حال انتصر الهلال بينه وبين النصر 12 نقطة صعب جدا أن يلحق النصر بالهلال فينا نقول مبروك الدوري للزعيمة وفي دور أبطال آسيا الخسارة في مبارات الذهاب بنتيجة 1-0 خط الدفاع النصر دفاعه للأمان شوارع 7 أهداف في آخر مبارتين أمام هذان الناديان يعني مع احترامي لنادي الرائد ونادي الحزم ولكن نادي النصر بترتيب المركز الثاني في الدوري ينافس على اللقب يظهر بهذا الشكل رغم وجود الأسماء والنجوم والعناصر ولكن مش ممكن يا كاسترو أنه ما تقدر تلاقي حل لخط الدفاع المتهالك يعني إذا بدك تنافس على البطولات يجب أن يكون عندك دفاع متماسك صلب يلعب في أصعب الظروف حتى لو كان هجومك مختفي لازم يكون عندك خط دفاع لا يستقبل أهداف عندما لا تستقبل أهداف تستطيع أن تنافس على جميع البطولات يعني الهلال أقوى هجوم مع أقوى دفاع شي طبيعي أنه يتصدر ترتيب دوره روشن السعودي لذلك كاسترو هو المسؤول أنا برأيي الشخصي عن سوء أداء نادي النصر على مستوى خط الدفاع خصوصا يا جماعة مرحلة صعبة جدا يمر بها الفريق أنتم جمهور النصر برأيكم من المسؤول عن هذا المستوى الذي يظهر به النصر العالمي في أهم مرحلة من الموسم شاركوني بالتعليقات وهارد لك لكم وتحياتي لكم